في الجزء ده هنلاحظ ان فيه خلايا بنشوفها كتير اوي في معظم حالات الهيمونيت الكنامي انا عندي فيه خلايا اسمها مايكرو سفيرو صحيب زي ماحنا شايفين كده في الصورة بتاعتنا الاسهم بتشاور على خلايا خلايا ديت ممكن تكون صغيرة شوية في الحاكمة عن الخلايا الطبيعية للربيسيز وفي نفس الوقت بيكونها فولي همغلوبنا نايز كلها همغلوبين وغالبا ممكن بيكونش فيها سنتر البالور زي ماحنا شايفين كده بنوعلها مايكرو سفيرو سايتز طيب ديت بالنلاحظها في معظم حالات الهيمونيسيز تكسير وبالذات في حالة من الحالات هندرسها بالتفصيل اسمها هيريداتي السيروسايتوسيز عبارة عن مرض مرض وراسي هندرسه بالتفصيل طيب وفي نوع تاني من انواع برضو الهيمونيتك انيمي اسمه اكواير اميون هيمونيتك انيميان الهريد براسيزة بتتكسر بالانتيبودز وبرضو بتوصل لمرحلة ان احنا نشوفها بمايكرو سيروسايتز طبعا دي هندرسها بالتفصيل ان شاء الله طيب برضو من الحاجات اللي احنا دايما بنلاحظها في الهيمونيتك انيميان هي الفرجمنتد اربيسيز يعني الاربيسيز متحطمة فرجمنتد اربيسيز كوملسين هيمونيتك انيميان في اي هيمونيسيز وبالذات في بعض انواع الانيميان زي هيمونيتك يوريميك سندروم هي انيميان تكسير مصحوبة ان بيكون عندها في مشاكل في الكلة ممكن توصل لدرجة الفشل الكلوي يوريميك سندروم متلازمة ببعض في متلازمة من فشل الكلوي مع التكسير طيب فيك برضو السبب ادي الى الفرجمنتشن دي اللي هي الحطام اللي احنا شايفينه ده هو ثرومبوتيك ثرومبوثايتوبينيك بيربرا نوع من انواع الامراض المناعية يؤدي الى جلطات ثرومبوتيك وفي نفس الوقت بيقلل صفايح ثرومبوثايتوبينيك فبالتالي بيؤدي الى نقط بنفسجية تحت الجلد بيربرا برضو هو عبارة عن لخبطة في جهاز المناعي خلل في جهاز المناعي يؤدي الى تكسير الاربيسيز مع تكسير الصفايح مع وجود الجلطات الناس اللي مركبه السمامات الصناعية في القلب ممكن الاربيسيز بتتكسر وتبقى حطام فرجمنتد زي ما احنا شايفين عندي برضو باسكولايتس التهاب في الاوعية بنقول عليها مايكرو انجيوباسي غالبا بتكون في الحاجة الصغيرة اللي هي المايكرو سيركوليشن او كابيلرس انجيو جاية من بلوت فيسلس وبافك يعني فيها التهابات او فيها امراض ممكن تكون الالتهابات ديها تسبب في تكسير الريد بلوت فيسلس وهي ماشية داخل بلوت فيسلس الطيب الاسبيشيال طيب في قellesيبات اوigor قدم تيربتي هذه الفرجمنت او fellas أنا في عندي انواع خاصة من الفرذيبات اوور إيق manipulated يعني في عندي الخليةwe الخليه دي بنقول عليها ايه اسمها أكانثوسايت شوف الشفي البروزات اللي طالعلها منها يقولو لها كدة ايه بنقول عليها أكانثوسutoabb. وفي خلية ثانية اسمها ايكاينو سايتس ايكاينو سايتس الا Kissi تلاحظو بنا بتاعتها صغيرة ومتشابهة اما الاكانثو سايز بروزاب بتاعتها طويلة في فرق بين الاكانثو والاكاينو سايز وفي ساعات نلاقي فراجمينت الاربيسيز كده عاملة زي الخوزة كده يقوموا عليه هيلمت الخوزة اللي تتلبس فوق الرأس طيب برضو من ضمن الحاجات اللي هي كوميليسين في اي نوع من انواع الهيلمتكاديميا حاجة اسمها بوليكروميزيا بوليكروميزيا يعني لو تلاحظوا معايا في الصورة اللي انا جاية الوقتي الخلايا في خلايا عادية فيها سنترابلور وحجمها ورأي من الطبيعي اللي هي الجزء على الشمال الصورة بينما في خلايا كبيرة في الحجم وتحس انها ما فيها سنترابلور وتحس انها فيها لونين اللون الاحمر مع لون زرقان شوية الخلايا دي فعلا هي بنقول عليها بوليكروميزيا ومتعلم عليها طبعا ايه بالدائرة اللي شايفين طيب البوليكروميزيا ديت هي ايه هي عبارة عن خلايا بتتشاف في الرومونيسكستين فعلا ادي رومونيسكي ستين اهيه وادي بولي كروميزيا اللي بقول عليها ولو تلاحظ فعلا ان ما يعني ما فيهاش سنتر بارور كبيرة في الحجم واللون بتاعها متعددة الوان حتى عشان كده سموها بولي كروميزيا متعددة الالوان بولي يعني متعدد كروميزيا يعني الوان وهذا لون احمر مع لون ازرق شوية طيب ديت بنشوفها بالصبقة العادية اللي هي رومونيسكي ستين لو خدت نفس العينة بتاعت المريض ديت وعملت لها صبقة خاصة اسمها سوبرا فيتالستين هلاقي الجزء الازرق اللي موجود في الخلية بيبان بوضوح عبارة عن حبيبات زرق حبيبات الزرق ديت شبه متشابكة مع بعض وعملت زي بكون شبكة فعشان كده الخلية دي بنقول عليها ريتكلو سايت ريتكلو سايت او الخلية الشبكية ولما بتبقى كده زي ما حالا شايفين في ايه اللي هو الصورة اللي على دينا اليمين في الحالة ديت بنسمي الكنديشن بتاعتنا او الحالة بتاعتنا ريتكلو سايتوزز ودي كومي اللي سيني اليمولاتي كانيمية